السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة وصفات اسماء اتمنى ان تكونوا في احسن الاحوال سنشارك معكم حلوة بدون فرن حلوة رخامة او لزليجة بمكونات بسيطة وطريقة احترافية في تقطيع ديالها او التشكيل ديالها بجميع الاسرار والتفاصيل باش تكون ناجحة معك من اول تجربة تابعي الى فيديو من الاول حتى الاخير وفرجة ممتعة سنحتاج هنا كيلو ديال الكوكا واللي غادي ناخده نحمره ونحيد للقشرة دياله إلا بغيتو تديره نصف الكمية ممكن او لتضعفو الكمية لحسب الكمية اللي بغيتو إلا بغيتو مثلا الكوكا التي يكون نحيد للقشرة غير تحمره تخير لكي ممكن تديروه غير أنكم ما تحرقوش حمروه فقط وهنا وكيف ما قلت ليكم احتاجت كيلو ديال الكوكا حتاجت مع كما كيتما بغيتو ديال الصبري او اللا الصبري المثلا اللي قتصيب في الدار وكيبقى مثلا محمر ليكم او لا اا معواج او لا تقدروا حتى هو تطحنوا اي بيسكويكي في مكان شكل ديالو غنحتاج للعسل وغادي نحتاج للغليكوز بالنسبة للعسل والغليكوز إلا بغيتوا تعودوهم بالنيسلي كاراميل ممكن او لا كاراميل اللي كتصيبوه في الدار ممكن تعودوه قدرت هنا انا هاد العسل اللي مصيب في الدار وغادي نزيد معه الغليكوز الغليكوز كيخلي ان هاد رخامة تجي متماسكة وقابطة فراسها ما كدت يعني ما كدفورماش لينا وهنا غادي ناخد هاداك العسل غادي نحاول انه نماشي ندوبو غي نسخنو باش كي يطلقيا شوية ونشكل بها رخامة وما تجي هي في ان تبرد حتى كي يعني كيخليها انها تقبط فراسة اخديت هنا الكوكاو اللي طحنتو والبيسكوي كذلك كيف ما كتشوفو غير هي كوكاو ما تطحنوش بزاف بزاف حتى كي يقول لي بحل دقيق خليو شوية مهرمش باش يجي في تقطاع بين يعني من اللي غادي تكونوا تقطعوه ارخامة يجي وكم هاداك الحوبيبات دي الكوكاو بينين هنا غادي ناخد العسل اللي هو الغليكوز صخنتهم وغادي ناخد هنا شوكلاة الابيض درتلي شوية ديال الزيت وغادي نخليه كدو بالنسبة للشوكلاة ما نقدرش نعطيك الكيمون كمية على حسب الطبقة اللي بغيتي ناتلان إلا كانت بغيتي الطبقات غليظة أو للطبقة ارقيقة كتبقى على حسب الكمية يعني على حسب الطاول اللي سرحتي فيها الرخامة وكذلك إلا بغيتي الطبقة ديال الشوكلاة تكون غليظة ولا رقيقة كيبقى لكم الاختيار خديت هنا يا كوكاو والبيسكوي بديت كان نضيف العسل تدريجيا ودرت صاشياء ديال نكهة زهرة المرتقال يعني هذي كالزا ديال الزهر كجي غزالة والبنة ديالها ما نقوش لكم عليها غدي نبقى نضيف العسل والقليكوز تدريجيا حتى نتحصل على العجين أو هذي الخاليط ديال البيسكوي يكون متماسك اللي نقدروه أننا نشكلوه كيف ما كتشوفوه ما تدروهش خفيف بزيف باش ما كتجيكمش رخامة سيحة باش كالشي قاطف راسة وشادة كيبال لكم الخاليط الله بحلة ناشف ولكن هذا هو القهوام الحقيقي اللي يخصو يكون عليه ما تدروهاش خفيفة و تبقوا تعجنوا فيها بهالطريقة صافي كناخد هنا ورق الزبدة كندهن في شوية ديال الزيت ومن بعد كنسرح رخامة على الحصد الطاول اللي انتم ما درتوا فيها درت هنا طبقة ديال الشوكولات الأبيض اللي دوبتوا مع شوية ديال الزيت وخليه تحت تتماسكت مزيان مزيان مز يا اما تخلوها فوق شي سطح ديال العمل اللي يكون فيه البرودة ما تخليواش حدا شي حاجه تكون سخونة او لا تدخلوها لتلاجة دغية كتتماسك ليكم من بعد غدين ناخد هنا الشوكولات الأسود اللي غنضي شوية ديال الزيت وغدين ندوبه في بام ماغي يعني ما تحطوش نيشان فوق البوطلة الشوكولات الأبيض ولا الأسود حطوه في حمام مريم أي كاسرونة فيها الماء وهذه اللي فيها الشوكولات ومن بعد غدين قلب هذيك الطبقة اللي قدرت بالأبيض من الفوق قلبتها باش ولت التحت ومن بعد غدين ناخد هذيك الشوكولات الأسود اللي يدوبس وغدين ديروا الفوق وغدين دوب شوية ديال الشوكولات الأبيض اللي تبقى ليها غنديروا يا إما فلاببوش او لا كيس بلاستيكي او لا شي قرعا اللي عندها تقب صغير وغدين بدين ندير زيق زاك كيف مما كتشوفو غن ناخد هنا آآ شي عود او لا آآ الموس وغدين بدين دير هذي الأشريطة المخالفين نديهم ونجيبهم غنخلي احتك تبرت تماما خليوا تبرت تماما من هالشوكولات كي يجمد ومن هكدلك ه عسل اللي كان احنا دفيناه مع القليكوز حتى هو كيتماسك يعني كيتماسك وكي كولينا هذيك الطبقة ديال الكوكا والبيسكوي كيتماسك معاه يعني كيخليها انها تشد فراسها مزيان صافي وهنا غدي نقطع هذوك الزوائد ديال الجوانب وغدي نبدأ كنشكلها كيف مما كتشوفو غير هي هنا اللموس يكون ماضي من الاحسن وإلى مثلا جاتكم كان الجو بارد هنا يلك الجو سخون يعني ما كتحتاش لكم باش تقطعوها مدة طويلة أو اللي شي حاجة اللي لك الجو بارد كتعرفوا أن الشوكولات ضغية كيبرد صافي كتقدرو تديرو هذيك الموس في الماء يكون سخون مزيان وكتنشفوه وكتقطعوها بيعني الموس كيكون دافي كيحاول أنه كيقطع لكم الشوكولات أو الرخامة بلا ما تشقق لكم من الفوق وهنا كي ما كتشوفو كنحاول يا إما ننعبر بشي كارتونة أو اللي شي ميستارة طول وكنا نبدأ نشكلهم على شكل معين يعني بالشكل المائل باش كيعطينا دك الشكل ديال المعين اللي بغي يديرهم على شكل مربعات راه ممكن كيف ما هو موضح في الفيديو يعني راه هكتجي طبقة أنتو ماللي كتتحكموا فيها بغيتوا الطبقة رقيقة راه كتزيدوا تكبروا الطاوة يعني تديروا طاوة كبيرة إلا بغيتوا هكتكون طالعة وكتجي هماوية طالعة راه كتديروا طاوة صغيرة كيف ما كتشوفو يعني جات مقادة وهذك الطابقة ديال الشوكولات جات بينا وجات مفين يا كيف ما واضح وهنا راه كتقطع بسهولة غير أهم حاجة كيف ما قلت لكم ما تفوتوش العسل والقليكوز أو الليلة درتونيس الكاراميل ما تفوتوش بزاف الخالات ديال البيسكوي وكوكو حاولوا تديروا وتقيسوا يعني باش كتجيكم الطبقة متماسكة وما تجيكم السيحة وهنا راه اني قطع سهكي فيما كتشوفو بالنسبة الاحتفاظ بيها كتديروها في بواطة بين الطبقة وطبقة ديري ورق الزبدة أو اللا بلاستيك غدائي وحطيها في بواطة ودخليها لتلاجة راه كتبقى ليكم مدة طويلة كتجلدي دفل مدق ديالها وكتبقى ليكم قابة راسها وكتدوم مدة طويلة إلا كالبرد آآ والجو بارد راه كتخليها غير على برا إلا كالجو سخون من الاحسن ديريها في تلاجة باش كتبقى ليكم قابة راسها وكتدوم مدة ط قمحة وفضع لها داك الشكل دياله وما كيدو بش داك الشوكولات كان هدا هو الشكل ديالها كتجي غزالة ماوية فينية ممكن أنك يدري لها الوريقة الصغار اللي كيتقدموا فيها اللي بغيت تقدميها الضيوف ديالك آآ كان هدا هو الاقتراح ديال اليوم حلوة بدون فرن بمكونات بسيطة مكت آآ يعني تتل آخر لحظة وتوجيها شوفو كيفاش كتجي معلكة ورطبة في نفس الوقت ما كتجيش نهائيا قاصحة وكتجي يعني متماسكة وزوينة وفينية في شكل ديالها يعني بلا ما نشكرها راها شاكرا راسها كان هدا هو الاقتراح ديال اليوم كانتمنى هنا لإعجاب ديالكم تجربوها بإذن الله إلا وصلتي حتى اللي هنا في الفيديو وختيتي الوصفة ما تبخليش عليا باللايك ديالك بالتعليق إلا عجبك الفيديو بطبيعة الحال فضلا وليس أمرا اللايك تساعد الفيديو يقترحوا اليوتيوب على الناس خرين وهكا تكبر للمدياننا للمزيد من الفيديوهات زوروا قناتي على اليوتيوب كانين بزاف ديال الحلويات بزاف ديال الوصفات لليس قدروا أنكم تستفدوا منهم إلا عجبوكم بارتاجيهم على الأحباب والأصدقاء باشتعموا الفائدة شكرا على الدعم ديالكم وعلى المساندة ديالكم المستمرة إلى فيديو قادم وإلى وصفة قادمة بإذن الله